سنختم مشاهدينا بمحطة اجتماعية ومن المعروف أن الأطفال بالمرحلة العمرية الأولى بيكتسبوا ذكاؤهم من أهاليهم ولكن لما يبدوا يكبروا بالعمر بيصيروا يمكن يكتسبوا معارفهم ويتطوروها أكثر من خلال البيئة اللي هنون عايشين فيها من خلال مدرستهم من خلال أشخاص المحيطين فيهم أو يمكن تواصلهم وتفاعلهم مع الآخرين لكن اليوم نحن عايشين بحالة انفتاح كبير على السوشيال ميديا كل طفل اليوم عفافة تسألي أسئلة بجابك عنده معارف كتير صحيح هايدي اليوم منشوف كتير أطفال عندهم قوة بالبنية العقلية والمعرفية أكيد هذا الشيء له تأثير كتير كبير على اتجاهاته وسلوكياته وقراراته بالحياة إما بتكون إجابة ومرتقزة على قصص ثابتة وإما بتكون مشوهة وغير ثابتة وأكيد بتأدله لدمار ممكن نفسي وبمستقبل أكيد فلازم نحن أكيد بكل أهل اليوم أكيد لازم ينوهوا على هاي النقطة عن كل طفل وينتبهوا لا اكتساب هاي الطفل المهارة بحل المشكلات مهما كانت الضغوطات من حوله ويقدر يستثمر التجارب والخبرات والضغوطات أيضا لصالحه ويتعلم منه واي قوي هاي بنية العقلية والمعرفية اليوم رح نحكي مفصلا عن هذا الموضوع مع الاختصاصية التربوية نشيدة بوزة صباح الخير أهلا وسهلا فيك يعني حاولنا نعطي تعريف منبسط للمشاهدين عن البنية المعرفية للطفل خلينا نتوسع أكثر ونعرفون خضرتك شو نقصد بالبنية المعرفية للطفل تمام هلا البنية المعرفية للطفل هي عبارة عن النمو القدرات العقلية المرتبطة بكل شيء يتعلق بالدماغ والعقل هي مجموعة من المفاهيم والأحداث مرتبطة ببعض البعض لتكون مفهوم كامل بيستوعبه العقل وبيستوطن فيه الدرجة الأولى وأهم شيء لحتى نبلش نبني بنية معرفية صحيحة هي أنه نتأكد من سلامة حواس الطفل والطفل بيكون جاهز لبناء البنية المعرفية من عمر اليوم للست سنين هاي أهم المراحل للبنية المعرفية وهلأ نحن نحكي عن مرحلتين المرحلة من أول يوم ما بيولد فيه الطفل لعمر السنتين ومن السنتين للأربعة سنين المرحلة الأولى بنعتمد فيها على الحواس الحواس الخمس فبهذه المرحلة لازم تكون الأم عرفانة أن الحواس عند ابنة سليمة مئة بالمئة وبتكون قابلة لحتى نحن نبني عنده المعرفة عن طريق الحواس عن طريق النظر والسمع واللمس والشم والكلام خلينا كمان نتعرف على العوامل المكونة للبنية المعرفية ممكن لليوم أي أم خصوصاً بدنا نخص الأم اليوم لأنه هي أكتر وقتها مع الطفل أكتر من الأب خلينا نتعرف على العوامل اللي ممكن تساعد على تقوية هاي البنية خصوصاً إذا منسكناها من الأول من عند الطفل بحيث أنه قبل ما يكبر ونحنا يفوت الأوان وما بقى نستفيد شيء تمام هلأ بالمراحل الأولى لازم دائماً الأم تحكي مع ابنة تكتر المفردات دائماً يكون في حوار دائماً تكون منتبهة أنه هو عم يسمع منيح عم بيشوف منيح حركته يعني كل عمر فيه مراحل معينة قدرات الطفل بيعملها مثلاً يحبو يمسك شغلة بإيده الصوت يلفت نظره إذا حركنا أشياء من قدامه تلفت نظره دائماً نحنا منقيس مهارات الطفل بالشغلات اللي هو ما بيقدر يعملها مثلاً إذا عندي طفل عمره سنتين قرب على كاسة مي صخنة وما حسيته تأثر فهون أنا لازم انتبه أنه ليش ما تأثر هل يا ترى هو ما حس يعني فيه مشكلتين بيكون يا هو ما حس بزخونة الكاسة أو حسه ما قدر بنتفعل أو ما أدرك الإحساس بعقله أنه هاي الكاسة صخنة فهدول الأمور يلي هي بتصير مع الحياة العملية بالبيت بتقدر الام تعرف أنه هل هي وصلاني للمراحل اللي يجب أنه ابنه يكون فيه أو لا طبعاً ويمكن في كتير من الأهالي بتهمل هاي التفاصيل الصغيرة فبتلاقي رادياً صار عندهم مشاكل اليوم بإنقام بالبنية المعرفية أو العقلية عند هذول الأطفال طب حكينا عن العوامل المكونة خلينا نحكي عن عوامل المؤسرة شو اللي بيأثر اليوم على البنية المعرفية للطفل هل ممكن تكون عوامل وراثية أو ممكن تكون نتيجة البيئة اللي عايش فيها الطفل أو إن كانت أوضاع اجتماعية اقتصادية خلينا نوضحها كتير تمام هلا أكتر شي بيأثر على البنية المعرفية للطفل هي البيئة المحيطة فيه دائماً البيئة لما تكون بيئة خاصة بيقدم لأبني أنا مفاهيم المحيط اللي هو عايش فيه دائماً أنا بنصح الأهل لما يبلش الولد يطلع من بعد عمر السنتين يختاروا بيئة كتير غنية وخصبة لقبلون مثل الحضانات اللي بتعتني بالتعليم المبكر فهون بتكون الأم حطة ابنه ببيئة هو عم ياخد مننا الأشياء المفيدة اللي بتقدر تساعده على البنية المعرفية أكتر لأنه من مرحلة السنتين للأربع سنين منبلش منحضر الولد لحتى يقدر نحنا منسميها هاي ما قبل العمليات يعني منبلش نعطيه مفردات منفصلي عن بعضه لحتى بعدين يكون مفهوم كامل عن الموضوع اللي نحنا بدنا يعني يعني مثلاً أنا لما بدي أطلب من ابني جيب لي صحن الفواكي هو ما حييفهم شو يعني صحن الفواكي إلا لا يبلش من قبل يتعلم تفاحة لوحدة والبردقانة والموزة كل الواحد منفرد على حاله لما يكبر شوي بعلمه أنه هاي المجموعة اسمه فواكي وبالتالي الخضار بس يكبر شوي تاني أنا بعلمه مثلاً الأكل الصحي من الغير الصحي كل المرحلة يعني فيه خطوات ما بتصير المرحلة التانية اللي هتكون محقق المرحلة الأولى من هاد الشي يعني لازم أول شي نعرفه أنه هيا فواكي بعدين نحطه ويستوعابها أول شي بعطيه مفردات لما بيصير بعمر السنتين فهم العالم يعني مثلاً أي خبرة أنا بدي أحكي عنه لازم أعطيه مفردات مثلاً أنا هلأ بفصل الشتاء لازم ألبس جاكيت لازم أحط طائية لازم أحط لحشة شوي تاني يحس بالبرد يحس بالدفع شوي تاني بصير أنا أوسع بالموضوع أكتر ما فيني علمه هدول الأشياء إلا لعلمه المفردات المفصلة يلي هي بتكون أساسية للبناء المعرفي طيب خلينا شوي نتوسع بالموضوع أكتر ونعرف المشاهدين اليوم على الأدوات الأساسية والأساليب يلي بتساعد بتطوير هاي البنية عند الطفل هلأ الأدوات الأساسية أني علمه مفردات بشكل منفصل وقدم له بطاقات وقدم له أشياء بيقدر يتحسس الطفل يعني مثلاً أنا إذا بدي علمه عن الحيوانات ممكن نورجيه صورة حيوان ممكن جبله لعبة حيوان يتحسس أدانه ويتحسس شكله هاي كله بيخزن هاي المعلومات براسه وبصير في عنده معلومات نيحة وبيئة خصبة ليقدر يبني المعلومات الأعلى منها تمام طيب خلينا نحكي عن تأثير السوشال ميديا اليوم الأجهزة الإلكترونية كل الطفل اليوم من أعمار صغيرة بتلاقي معهم موبايلاتهم ولا بطباتهم هذا الشيء يمكن قد بيأثر على البنية المعرفية عند الأطفال تمام هلا بيأثر على البنية المعرفية كانت سلباً أو إجاباً أكيد هلا هو هذا شيء واقع ما منقدر نستغني عنه بس لازم تحدد الأوقات لحتى ابنا يكون يعني عم يتابع بالأشياء المراقبة والأشياء السليمة واللي عم تعطيه معلومات أكتر وما يكون فيها وقت طوير لأنه هي كتير عم تعمل اضطرابات بوقتنا الحالي لكترتها تعمل اضطرابات بالنطق تعمل اضطرابات تواصل تعمل كتير تأخرات لأنه ما فيها تفاعل بس فيها اكتساب وبهذا العمر لازم الطفل يأخذ المعلومات ويتفاعل معها أكتر يعني اليوم كتير منشوف أمهات عم يلجأوا لموضوع أنه ياخدوا بس راحتهم وبيفكروا حالاً بنفس الوقت أنه هنون كمان عم يريحوا طفلهم أو الطفل عم يستفريد فيه ضيوف خود الموبايل مشان أنا أبني بيّن هادي فيه بالسيارة خود الموبايل مشان ينشغل فيه أي شيء أي نشاط عند المرأة حتى لو ما عندها نشاط اليوم ممكن كتير عم نشوف حالات للأسف معلش خلينا نكون صريحين ما في ثقافة الحوار اليوم بين الأم وابنة تقع ابنة تسمع وتحكي ما في غير الأجهزة الإلكترونية بإيدو أدي ممكن يكون هالشيء مضر ليس بس لصحته الجسدية لصحته النفسية وقدرته العقلية والمعرفية حتى جداً مضر هذا الشيء الأجهزة الإلكترونية لازم يكون يعني العمر السنتين مصاعة باليوم يعني إذا كانت كتير الأمة اضطرة غير هيك كتير بيعكس آثار سلبية نحن دائماً ننصح الأمهات بعد عن هذا الشيء تماماً ولازم دائماً تحط بباله أنه من عمر اليوم لعمر الأربع سنوات هذا العمر جداً مهم جداً حتى تكون عائل متوازن شخصية متوازنة طريقة التواصل اجتماعية مع الناس دائماً من وقت الولادة للسنتين أكيد الطفل بدي يكون بالبيت بين أمه وأهله فدائماً وقته لازم يكون مخصص لأله بس يكبر عن السنتين أنا بنصح أنه إذا ما كان هي عند خلق أو جلادة أو ثقافة بالتربية تاخده على أماكن مختصة بهالشيء لحتى تقدر تطوره أكتر ممكن هلأ بعد ما كثير من الأمهات سمعوا هذا الحكي إنه كثير بضع رفع ممكن يكونوا تأثروا وبدون هلأ يلغوا هذا الشيء من حياة طفلهم ولكن بعد فوات الأوان هون أدي النصيحة الأهمة هلأ بعد فوات الأوان ما يقدروا يعملوا شيء فشو لازم يعملوا لحتى نتفادة فات الأوان أكيد ما فات الأوان في مجال لا ما في شيء اسمه فات الأوان بس دائماً نحن انتباهي ممكن أكتر ننتبه أكتر على الولاد ودائماً قبل الست سنين نحن منقدر نعدل كل شيء يعني بس لنطلع عن الست سنوات بصير التعديل شوي صعب طيب طلعنا عن ست سنوات بدتها تخلق له شيء بديل يعني بده هون صار الطفل أكبر صار مفهومه للحياة أكتر والحوار بين الأمهات بينه وبين أمه أكتر فممكن تخلق له بدائل يعني من شغلات هو بيحبه من أنشطة مفيدة بعتقد هدول الشغلات أفيد له من أنه ما يعود عنه أكيد وقد يمكن لازم كمان نصبح له يغلط يعني أي موقف تعرض له أو أي شيء صار معه عادي لو أخطأ ما نبهد له أو ما نسمعه أي كلام بالعاكس هذا الشيء يمكن ينمي عنده مهارة حل المشكلات وهي بالتالي رح يتعلم من خطأه أكيد كل عمر في إله قدرات ومهارات الولد بيقدر يعمله يعني مثلا مثل الأموت بتروح مع ولد عمره سنتين بتروح بتعمل زيارة فالولد مثلا ممكن يعود خمس دقايق أو عشر دقايق وبعدين بده يقوم يلعب فهي المفروض ما تنحرج هذا شيء طبيعي جدا لأن الطفل بهذا العمر هيقدرته أكثر من عشر دقايق ما بيقدر يقعد ونفس الأشياء يعني كل مرحلة من العمر إلى قدرات لازم الطفل يقدر أكيد بالختمة بدنا نتشكرك اليوم الاختصاصية التربوية وكثير من النصائح يمكن القيم اليوم إن شاء الله نكون أفدنا فيها جميع الأهالي والأمهات خاصنا شكرا لألك أكيد وما لازم كمان نفرق ونقارن بين الأطفال اليوم لأن كل طفل اليوم عنده قدرات عقلية ومعرفية فكثير غلطي ممكن لازم ينتبهوا الأهالي لهذا الموضوع بدنا نشكرك كثير الاختصاصية التربوية نشيدة بوزو أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا